احمد الله رب العالمين يوم ما رواه سهل ابن سعد السعدي الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الله هذا رواه ابن ماجا وقال حديث حسن دلني على عملني يا رسول الله يحبني من اجل هذا العمل الله عز وجل ويحبني الناس هذا الانسان العجيب العبقري يسأل سؤالا يخصنا جميعا من منا لا يحب ان يحبه الله ومن منا لا يبغي ان يحبه الناس جمع الرجل في هذا السؤال يعني خيري الدنيا والاخرة ان احبني الناس هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى ومن قبل ان احبني رب الناس فقد حبب الي مخلوقاتي وحبب الي طاعته وحبب الي فعل الخيرات طيب الانسان في الدنيا او هو تركيبته الاساسية قبضة من تراب الارض ونفخته من روح الله وكل واحد فينا مختلف عن الثاني في ايه احنا التركيبة الارضية واحدة يعني فيش واحد عنده ماغنيسيوم زيادة عن البوتاسيوم والله واحد عنده حديد اكتر من المنجنيز والله واحد عنده عنصر الكبريت اكتر من الاخر اللي عنده فوتسفور احنا كلنا متساوين في البنية الاساسية يعني الطبيب عندما يعالج يعرف ان هذا الانسان اذا كان طوله كذا ووزنه كذا او في عمره كذا يحتاج الى الدواء بجرعة كذا فكلنا امام الطبيب وامام الطب وامام علم التشريح والفيسيولوجي يعني سواء في التركيبة طيب طب والنفخة التي من روح الله هذه النفخة كانت عند ابينا ادم تمام وبعدين بدأنا يعني نتناسل ونظهر اجنة من اصلاب ابائنا امهاتنا الى ان وصل الانسان الى عالم الشهادة وخرج من رحي من امه الضيق وظلماته الى يعني فضاء الدنيا المتسأة ايه فرق من فلان وفلان طب احنا التركيبة واحدة يعني ده في نفس العناصر الستة عشر المكاوم منهم الارض قبضة من تراب الارض الفرق قدر اضاءة القبضة النورانية من الذات القدوسية في هذا الجسد البشري وعلى قدر اضاءة هذه القبضة على درجة يعني درجات الناس كيف قد يكون واحد منا صحيحنا متساوين في البنية لكن النسب وان كانت ثابتة عند الجميع للاستمرار الحياة ومقاوماتها لكن قد يكون هذا الانسان ذراته جاءت من قطعة كانت من منجم ذهب الله اكبر فالذهب له خاصية لما يدخل الذهب في الاتون او في الفرن فيصهر الجواهري يستطيع ان يفصل الخبث او المعدن الخسيسة وتستقر تحت يعني يعني مصهور مصهور الذهب الخالص تمام ياخده ويصنع منه الاساور والمجوهرات والعقد للنساء وهكذا طيب هذا الذهب لم يصبح عيار 24 قراط ولم يصبح ذهبا نقيا ولم يصبح ذهبا خاريا من الشواب الا بعد ان تعرض لإيه للنار طب المؤمن كيف يصيره قطعة ذهب لازم يتعرض لنار الفتن لازم يتعرض لنرفض ده يغتابه وده ينمه في حقه وده يضايقه وده يترده من العمل وده يكتف فيه تقرير وده يمش عارف يعمل ايه وده يصدر قرار بكذا سبحان الله فيعيش في هذه الاغيار وهذه المطاردات طالما انه مؤمن ويجيله المرض يجيله الهام يجيله الغم يجيله سبحان الله ولد عاق بنته متعبة زوج بخير زوجة العذب الله رب العالمين نكادية كل الاتلاء دي تحول قطعة الذهب المختلط بالشوائب وبالمعدن خسيسة الى ذهب صاحب معدن نفيس او صاحب نقاوة عالية خلاص يبقى اللي يسقل الجنس الجزء البشري له سبحان الله الايه الاتلاءات ولا نبلو أنكم خلاص ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني يفتنون الفتنة هي وضع قطعة الذهب صاحبة الشوائب المصاحب لها الشوائب في الاتون او في الفرن هذي تعريف الفتنة في اللغة يعني ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتننا الذين من قبلهم يعني الام السابقة من المؤمنين ربنا فتنهم يعني فتنهم يعني عرضهم لهذه الابتلاءات وهذه الانتحانات تيجي المريض ربنا سبحانه وتعالى اما ان يعني يغفر له ما اخد سلب او ان يبدو له دمان خيرا من دمي ورحمة خير يدي فتنة هل يصبر او لا يصبر وعدين يدي فتنة تلغينا ربنا يدي فلان ملايين طي يا طالعا تطلع على الزكاة اتقى الله طي المريض جت من حلال او من حرام ولا من شبهة طيب لو كان جت من حرام او من شبه هيعمل فيها ايه يبيدي فتنة تأتي فتنة الكرسي ينجس على منصب مدير ادارة الرئيس منجز ادارة مش عارف المتصرف في ايه في المؤسسة الفلانية او في الدولة الفلانية عشان ربنا ينظر ينظر كيف انا عمل عملت ايه بالجاه والمنصب استغلت الجاه والمنصب لمصطحتك انت ولا استغلته لمصطحة الدين واعلاء شأن الوطن واعلاء شأن الامة يبقى انت ايه قد مختبره يبقى هذي فتن فيفتنك بالغنة كما يفتنك بالفقر يختبرك بالمال ويختبرك بعدمه يختبرك بالصحة يختبرك بالمرض يمنع فلان من الاولاد يبتدي يتمرد يقول ليه انا ما عنديش عير ده انا ابن اخويه مخلف تسعة واخويه عنده سبعة وانا ابتدي يفتتن هل يصبر او لا يصبر صبره او عدم صبره ده اللي هو ايه درجات الفتن يبقى ان الانسان يفتتن بالولد ومن غير الولد بالزوجة ومن غير زوجة بالمال ومن غير المال بالاغيار يعني صحة ومرض وهكذا وهكذا سبحان الله طيب واحد اخر الزرة الاساسية في تكوينه كانت من عبارة عن حجر جيري ملتهب معدن ملتهب فده الطول حياته عصري لا يستطيع احد ان يعمل له كده لو لمسه بس يا الله ويطلع لين على الفضاء يشتم ده ويسبب ده ويكلم كلم يا الله طيب ليه يا ابن كده سبحان الله يروح المؤسسة غاضب يروح البيت ثائر الله طب انت متى يهدأ ده جزء من حجر جيري ملتهب ليس له الا هذا الالتهاب يا الله يبقى ده ما الذي يضبطه ان يدخل على كتاب الله على كنوج السنة التي نشرحها طوال هذا الشهر الكريم فهذا حال والليكت الا هذه الثورة وهذا الغضب وهذا التعدي على حدود الناس لا رأي اكون هادي يعني لا بد من الهدوء لا بد من التريث لا بد ان اضع لساني خلف عقلي ولا اجعل لساني امام عقلي يجب ان افكر في الكلمة التي اقولها فاختلف الناس على قدر الارض التي جاءوا منها منهم الابيض والاحمر ومنهم الاسود ومنهم الاشكال المختلفة منهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الفيء سريع الغضب ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء اربع اصناف يعني يغضب بسرعة ولكن يغضب بسرعة واحد تاني يغضب ببطء شديد ولكن يعود سريعا واحد يغضب يعني بعد مدة طويلة ولكن لما يرجع يرجع ايضا بعد مدة طويلة بطيء الغضب بطيء الفيل هذه انواع من الناس ولكن حقيقة ان يحبنا رب العباد وان يحبنا الناس هذا موضوع وكنز عظيم من كنوز السنة المطهرة نعود اليها بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم قلنا ان الناس تختلف على قدر الارض التي اتوا منها ثم تأتي الملكات الخاصة فهذا انسان حليم وهذا انسان غضوب وهذا انسان عبقري في التفكير وهذا انسان عقله على قدره او محدود الفكر او الى اخره فيختلف ملكات الناس عشان تتكامل ثم يأتي بعد ذلك هذا السؤال العظيم انا يا رسول الله عايز اعمل عمل لما اعمله الله يحبني والناس يحبوني لان كراهية الناس مصيبة في الدنيا لان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض الله عبدا وكرهه قال يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فابغطه يبغضه جبريل ثم ينادي جبريل يا ملائكة الرحمن ان ربكم يبغض عبده فلانا فابغضوه تبغضه المالكة ثم تبغض عليه البغضاء في الأرض والعاذب الله طيب تعالى إلى العمل اللي خلي الله يحبني قال له خليك زاهد في الدنيا يعني زاهد في الدنيا الناس تربط الزهد بالفقر وهذا فهم سقيم لحقائق الدين لا علاقة بين الزهد والفقر وقد يكونوا فقيرا غير زاهد وقد يكونوا ثريا زاهدا كيف القضية الدنيا هي في قلبي ولا في يدي بس دا الفرق الدنيا هل أنا وضعتها في قلبي وأصبحت هي غاية فنزعل بركتها من يدي أم أن الدنيا أنا أخرجتها من قلبي فوضعها الله في يدي أنت مخير بين الأمرين يعني الدنيا الدنيا إما ناس يعتبروها ممر ودول الناصحين وإما يعتبرها مقر ودول المفسدين أو الخاسرين يعني الدنيا مقر والدنيا ممر لو جيت أنت على جسر فوق نهر أو جسر معمول في مدينة من المدان كبري وبعدين نروح تحبيت تبني بيت لك فوق هذا الجسر هل يسمح لك؟ أولا لن يسمح وإذا اكتشف الناس أنك تريد بناء بيت في هذا المكان فسوف يتهمونك بالجنون أو عدم وجود العقل لأن لا أحد يبني بيتا فوق جسر أو تبني بيوتا من الرمال على شطئ البحر فتأتي الموجة فتهدمها إبدا هذا إنسان يعيش على الأمان والأمان الكاذبة وعلى السراب الخادئ وعلى المناظر الخداعة طيب إيه حقائق الأمور؟ حقائق الأمور أن الدنيا أعيشها نعم ولكن أعتبرها مرحلة أعتبرها ممر وليست مقرا أعتبر أنها موصلة للدار الأخيرة فأبدأ أزرع فيها الخير عشان هي أرض زراعة فمن زرع حصد فلما أزرع الكلمة الطيبة والعمل الطيب والخير في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل الدنيا إيه؟ أنا زاهد فيها يعني إيه زاهد فيها؟ يعني مش هي الغاية بتاعتي لأن كثير من نسائنا مثلا ورجالنا بعض كثير من رجال يظن أن طالما نحصل المال هو ده الايه؟ هي الاستعادة الحقيقية ولست أرد سعادة الجمع مال ولكن التقية هو استعيده خلاص؟ ولكن الدنيا عندما اعتبرها الصحابة ممرا لا مقرا استعيدوا بها وجعلوها مزعة الأخيرة وهنا لما بلانا نعبد الدنيا كما قالت أصلى تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يا الله يعني تعس وانتكس تصد انتكاسة وإذا شيك فلن تقش كما وضحنا في حديث سابق من كنود السنة يعني إذا شيك فلن تقش يعني لو دخلت شوكة في يده أو قدمه لا يجد من إيه؟ من يخرجها له لتظل تؤلمه طوال حياته والدنيا أنت تركض فيها رقد الوحش في البرية لكن لن يصيبك منها إلا ما كتب لك انت عمل ليعجبك واسعب قدر المستطاعات وخطط ونظم ويعمل دراسات جدوى ولكن لن يأتيك إلا ما كتب الله لك ليس معنا هذا أن تترك العمل لا أو تترك التخطيط أبدا أو تترك دراسات الجدوى بالعكس انت خطط لعشرين تلاتين سنة للأمام والدول تخطط إلى مئة ومئتين سنة للأمام بإذن الله ولما الجيل له يستطيع أن يوصل ويعيش فوت مطرة معينة لتنفيذ جزء من هذه الخطة خير وبر يأتي الجيل الذي بعده ليكمل خطته ويكمل مشواره في الحياة لأن الله أنشان من الأرض واستعمرنا فيها يعني استعمرنا يعني يجب أن نعمرها طيب طب أزهد في الدنيا يعني لو الدنيا جعلتها أنا في مكانها الصحيح وليست الغاية القصوى لكثير من الناس يعني ما الذي يثمره هذا العمل الأزهد في الدنيا أولا لا أصير عبدا لمنصب ولا أصير عبدا لمال ولا أصير عبدا لشيء مخلوق وإنما عبادتي وعزتي هي عبادتي لله وعزتي أن أكون عبدا لرب العباد عز وجل الذي يراني حين أقوم وتقلبي في الساجدين فرب العباد هو الذي يعلم ما توسوس به نفسي وهو أقرب إلي من حمل الوريد فلازم أتق الله وأخذ الدنيا إيه الدنيا مش هي لتشغل إليه لأن الناس اللي لم تزهد في الدنيا حصل لها مصيبة كبيرة بدون أن تأخذ ذالها اللي هو إيه اللي هو أن الدنيا لما هي صارت كأنها هي القبلة سبحانه الله العظيم فنسي صاحب النعمة بالنعمة المنعمة تاني أنا لما مزهدش في الدنيا وتكون الدنيا هي أكبر همي وهي مبلغ علمي وهي الغاية والعياذ بالله يعني سبحان الله العظيم تصبح كارثتي أنني أهتم بالنعمة وأنسى المنعم الذي أنعمل علي بهذه النعمة يعني حتى نعمة الإستام يجب أن أذكر نعمة المنعم أن جعلني مسلمة وجعلنا مسلمين نعمة المال من الذي رزقني إياه نعمة الولد من الذي رزقني إياه نعمة العبادة من الذي رزقني إياه نعمة الصحة من الذي رزقني إياه يبقى هي قضية إيه أن أنظر من الذي أعطى من الذي أعطى فرب العباد سبحانه وتعالى يعطيني فلا أنسى فضل المنعم وتفضل المنعم عليه ولكن الذين يعبدون الدنيا ويتخذون الدنيا مقرا لا ممرا هؤلاء ينسون بالنعمة المنعم فأنظر للولد وأنه جميل وأنه كذا وأنه عزوة وأنه سند لي وأنه يحمله اسمي بعد أن أموت لكن أنسى من الذي رزقني هذا الولد من الذي رزقني هذا المال من الذي أعطاني هذا الفضل كما قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني يعني يختبرني أشكر أم أكفر الله ما اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الكافرين أرجو أن تكونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله لنواصل ونحن نغوص في هذا الكنز العجيب والعظيم من كنوز السنة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن مع هذا الكنز من كنوز السنة المعطرة حيث هذا الرجل العجيب الذي جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العبقري يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس قال له اذهد في الدنيا يحبك الله خلاص وتأقفنا قبل الفاصل أن نبقى وأن إلى ربك المنتهى يبقى أنت غايتك هي مرضة الله شوف من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس يعني مثال أخوك يدعوك إلى عرس ولده أو ابنته تمام هذا العرس فيه ما يغضب الله عز وجل من البدال للنهاية وأنت محتار هذا الأخ أو هذا الصديق أو هذا القريب أو الزميل إن أرضيته أغضبت ربك وإن أرضيت ربك وإن أرضيت ربك أغضبت المخلوق فأنت من قياسك في المسألة إيه مرضات الله قل لو وجهت هذه الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة هل سيحضر هذا العرس لو وجهت هذه الدعوة لعمر بن الخطاب وزوجه أمك لثوم هل يحضر هذا العرس لو وجهت هذه الدعوة لعلي رضي الله عنه وفاطمة رضا الله عليها أم الحسنين هل يلبيان هذه الدعوة فإذا وجدت أن من الممكن يلب هذه الدعوة إذن هذه الدعوة ليس فيها ما يخالف الشرع وإلا لن يحضر سيدنا علي وفاطمة عرسا يعني فيه خلل أو وديمة أو مناسبة فيه شيء مخالف للشرع الحكيم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكبار أو التابعين أو العلماء الصالحين إذن خدم قياسك في الحياة مرضات الله اذهت في الدنيا يحبك الله وازهت فيما عند الناس يحبك الناس أنت لما تحتاج للناس تكون أسيرا عنده احتاج إلى من شيء تكون أسيرة يحتاج إلى من شيء تكون أسيرة وأنفق على من شيء تكون أميرة واستغنى عن من شيء تكون نظيرة تمام؟ تاني أنا لما أنفق على فلان أنا أصير أمير له ولما استغنى عن فلان أنا خلاص أنا سبحان الله أكون نظير له لا له ولا عندي ولا لي عنده سبحان الله ليس لي عنده شيء وليس له عندي شيء وأحتاج إلى من شئت لما أحتاج إلى من أشاء يعني وأخذلك أكون أسير يعني دايما إيه أسير معروفه كل ما قابلنا إيه الأخبار أعمل إيه الساعة لنا اشتغلتها لك تشتغل كويس تعرف بيها المواعيد تنظرت يا إلهي لله التليفون المحمول اللي جبته لابنك بيشتغل كويس الولد بيستخدمه خير كيف تشحنه الله لا حوله ولا قوة المن فاحتاج إلى من شيء تكون أسيرا عنده فاستغني أو ازهد فيما عند الناس يحبك الناس الناس تحتلمك ليه لأنك لا تطلب منهم شيء تعال لا تطلب منهم شيء بس يعني كده تكون أسير معروف أسيرة معروف عنده أو أسيرة معروف له صحيتها أنت يستوى كعزة نفسك سبحان الله ولذلك العلماء الكبار قالوا إن العطاء من المخلوق حرمان العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان لما ربنا يمنعني من شيء بأحسن إليه لأن الشيء لو أخذته لفسدته به والشيء لما منع عني نجحت إذن خلاص الله يعلم ما الذي يصحني وما الذي يفسدني هذا أمر الأمر الأساسي أن رب العباد سبحانه وتعالى لما يمنعني من شيء هذا فضل عليه تفضل من الله عليه المنع من الله إحسان المنع من الله إحسان منع هاجر وولدها إسماعيل من احتضان إبراهيم لهما وتركهما في مكان بلقع يا إبراهيم الله أمرك بهذا فسبحان الله هذا منع لكن في النهاية كان إيه؟ منتال إحسان قامت كل حضارة العالم بناء على هذه هل هذا الترك وهذا المنع بإسماعيل وأمي في هذا المكان إلى أن قامت حضارة الإسلام الكبرى على هذه الأرض البلقع التي لا أنيس فيها ولا أنيس ولكن فيها كل الخيرات وكل الرحمات الإلهية لما منع الله أم الكريم من ولدها كان هذا المنع عطاء لها أن يكون يوما ما شيخ أنبياء ابن إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما منع الله سبحانه وتعالى أيوب من الصحة في السنوات طويلة وعنده يعني هذا المرض والشلل الرباعي كان هذا المنع عطاء لكل أهل الابتلاءات أن يصير سيدنا أيوب قدوة وأسوة لأهل الابتلاءات وكان فينا من نبتلى في صحتي أو عافيتي أو ماله أو ولده أو زوجه أو أهله أو أقاربه أو عمله أو جسده أو أي شيء سبحانه الله فكم فينا من مبتلى فيصير سيدنا أيوب أن الله يمنعه من الصحة والعافي عشان يكون قدوة لنا في مسألة في مسألة الصبر ولسنا أفضل عند الله من أيوب عليه السلام بالعقل ولسنا أفضل عند الله من هؤلاء الصالحين الذين لما أحبهم رب العباد ابتلاهم فازهد في الدنيا يحبك الله وزهد في ما عند الناس يحبك الناس ليه يحبونك لأن تبشي تطالبه بشيء ما فرق بين الخلق و المخلوق إيه فرق يعني الله إذا لم تسأله يغضب عليك إذا لم تسأل الله يغضب عليك والعبد إذا سألته مرة يغضب الولد لو سأل أباه البنت لو سألت أمه سؤالين ثلاثة أو ربعا ومطلبين ثلاثة أو ربعا سبحان الله هتلاقي سبحان الله العظيم الأب بيقره الولد وما يحبوش يا ابن انت كل ما تشوف لتطلب والأم تقول لبنت يا بنتي هو أنا سبحان الله هو أنا البنك المركزي كل من يعني أراك في واشي أنا عايزة مية أنا عايزة خمسين أنا عايزة متين أنا عايزة سبعين الله فالأب والأم نفسهم وهم أقرب الناس إلينا يعني يخلقون من كثرة الطلب الله يغضب إذا لم إيه إذا لم تسأل رب العباد سبحانه وتعالى ودي الرحمة الإلهية يعني يغضب إذا لم تسأل فاسأل الله في صغير الأمر وكبير أحبتي في الله هذا الرجل العظيم الذي يسأل أعظم إنسان على وجه الأرض يا رسول الله دلني على عمل إن عملت أحبني الله وأحبني الناس قال إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد في ما عند الناس يحبك الناس والله لو تعلمنا هذه العزة لو تعلمنا هذا الفقه لو وضعنا هذه الأحاديث حكما نسير فيها في هذه الحياة لا أفلحنا واستقمنا وقرت نفوسنا وانشرحت صدورنا اللهم يربي فوق كرب المطروبين سددان للمدينين اقتح حوائجنا وحوائج المحتجين وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناننا زوجات صالحات وأختمدنا منك بخاتمة السعادة الأجمعين ولا تنسون من صرح دعائكم ونسألكم الله الذي لا تضيع دائعه إلى أن نرقاكم على كنز وفي كنز آخر من كنوز السنة أدعكم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته